نرحب بعض مجلس العيان وزير الإعلام الأسبق سيد محمد المومني أهلا بك معنا سيد محمد إذن رسائل قوية واضحة وردت في خطاب جلالة الملك اليوم في برلين كان أهمها لربما واللافت فيها هو تهجير أن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر كما قال جلالة الملك خط أحمر ما من أقوى ما تفضل به جلالة الملك في زياراته للأربع عواصم أوروبية مؤكرا الحقيقة هذا أمر مهم جدا ويؤثر مباشرة على الأمن الوطني الأردني وبطبيعة الحال نفت الشيء في الشقيقة مصر لا يجوز بحال من الأحوال أن يتم التعامل مع الفلسطينيين على أنهم بشر يمكن قذفهم خارج أراضيهم هذا أولا يتعارض مع فكرة حل الدولتين بأن هذه الأرض لهم وأنهم سوف يقيمون دولتهم عليها ثانيا هذا ينتهك بشكل صارخ سيادة الدول المحيطة عندما يتم الحديث عن دفع الفلسطينيين لدول المجاورة هذا انتهاك صارخ لسيادة هذه الدول لأن هذه الدول لها سيادة ولها قرار وأمن حدودها أمر سيادي بحث ولا يجوز بحال من الأحوال أن تقوم دولة أخرى بالعبد في هذا الأمر سيدنا لما قال أنه خط أحمر هو بالفعل خط أحمر هذا عمل من أعمال الحرب إذا ما جنت إسرائيل وقامت بالفعل بتهجير الفلسطينيين بشكل قصري من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الدول المجاورة أي دولة من حقها أن تعتبر ذلك عملا من أعمال الحرب نعم سيد محمد الملك أشار وقال أن ما يحصل الآن في غزة وهذا التوجه إلى تهجير فلسطيني غزة إلى خارجها يشير إلى خطة معدة من قبل مشتبه بهم معتادين لخلق مشكلة تهجير على الأرض ما الذي يمكن فهمه من هذا الخطاب لجلالة الملك؟ دائما في أصوات كانت في اليمين الإسرائيلي تدعو إلى ما يسمى بالترانسفير بمعنى أن التخلص من المشكلة السكانية الفلسطينية عن طريق قدف الفلسطينيين إلى خارج الأراضي المحتلة وأن تحصل إسرائيل على باقي الأراضي وتقيم حلمها اليميني هذا طرح مطروح من قبل بعض الأحجاب اليمينية الإسرائيلية ونحن في الأردن نعتبره خطر كبير وستراتيجي ومهدد لأننا نعتبره وطنا بديلا لذلك نعتبر في الأردن من الخطوط الحمضاء الكبيرة ونعتبر أن الوطن البديل مهدد للأمن الوطني الأردن وبالتالي ربما هذه الأصوات وجدت فرصة فيما يحدث أن البيئة ربما تكون ملائمة والأجواء الدولية ملائمة لقدف البشر والامتهان كرمتهم الإنسانية وإخراجهم خارج أراضيهم هذا الأمر غير مقبول بالمطلق حتى لو كانت تقول به بعض الأحزاب اليمينية الإسرائيلية ومرة أخرى هو عمل من أعمال الحرب إذا ما تم سيد محمد أيضا جلالة الملك ركز على نقطة مهمة وهو طالما يدعو بها أن حل المسألة يجب أن يكون داخل غزة والضفة الغربية كيف يمكن تحليل هذه النقطة بالذات في خطاب جلالة الملك وكيف يمكن أن يستقبلها المجتمع الدولي؟ هذا المنطق المنطق يقول أن هؤلاء البشر يعيشون على أراضيهم في مدنهم في بيوتهم وإذا كان هناك أي مشكلة يجب التعامل معها ببعدها السياسي ببعدها الإنساني دون التفكير بتهجير هؤلاء البشر من أراضيهم وبيوتهم المنطق يقول هذا القانون الدولي يقول هذا القانون الإنساني يقول هذا وسيدنا قال أن أخلاقنا كمجتمع دولي يجب أن يتم التأكيد عليها في هذا الأمر ولا يجب انتهاك حق الفلسطينيين وكرمتهم في بقائهم على أراضيهم أيضا جلالة الملك لطالما كان له جهود دولية في إطار حل المشكلة الفلسطينية التي تتعرض لحقهم المباشر يعني ليس فقط في أرضهم ولكن حتى في الحياة الملكة ما بجولة أوروبية الآن مكثفة لحشد موقف دولي لوقف الحرب على قطاع غزة وما تتعرض له من قصف مستمر وانتهاك صارخ للحقوق الإنسانية كيف يمكن فهم صدى هذه الجولة الأوروبية وتأثيرها على وجهة النظر الغربية المنحازة للجانب الإسرائيلي الحقيقة اللي قام فيه جلالة الملك هو تقديم الرواية العربية والأردنية والفلسطينية والمصرية والإسلامية للمجتمع الدولي لأنه قبل زيارة جلالة الملك كانت الرواية الإسرائيلية هي التي تتسيد المشهد والحديث فقط عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وهذا لا أحد يفسر أو يقول للعالم أن هذا الكلام يجب أيضا أن يسمع بالإضافة لكلام آخر وهو حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ضرورة خفض التفصيد ضرورة أن يكون هناك إدخال المساعدات الغذائية والدوائية للفلسطينيين وبالتالي الرواية العربية والفلسطينية الحقيقة قدمها جلالة الملك في دوائر القرار الهامة في العالم وهذا خلق نوع من التوازن لأنه قبل حديث جلالة الملك بثقله بمصداقيته بتاريخه كان الحديث فقط بما يتتحدث به إسرائيل وحجم التعاطف الهائل على المستوى الدولي مع إسرائيل دون أن يكون هناك اعتبار أيضا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني وسيدنا عندما يتحدث في أوروبا أيضا تحدث عن إدانة قتل المدنيين من كلا الأطراب وهذا متشق تماما مع مواقفنا السياسية ومع أخلاقنا ومع قيمنا ومع قيدتنا خطاب جلالة الملك اليوم في برلين كان متوازنا لكنه يحمل مواقف قاطعة وحازمة وبالوغة قوية يمكن أن يفهمها المجتمع الغربي كيف يمكن التعليق على ذلك؟ شوفي أهم شيء الحقيقة أن العالم يعرف أنه نحن في ظل هذه الأزمة يجب أن لا نفقد بصيرتنا وعقلانيتنا لا يجوز أن تجرنا العواطف بعيد عن الحق والعقل والحق والمنطق والعقل يقول أن هناك كارثة إنسانية تحدث وستتفاقم إذا لم ننتبه لها تقول أن غياب الأفق السياسي وغياب حل الدولتين من شأنه أن يولد العنف والدمار كل فترة من الزمن تقول أنه من غير الأخلاقي ولا المنطقي ومتعارض مع سيادة الدول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والقاء العبء فيما يفتص بهم على الدغل المجاورة هذه كلها أفكار راشدة عقلانية لا بد للعالم أن يسمع لها حتى في ضوء العواطف الجياشة جراء ما يحدث نعم أشكرك جزيل الشكر كنت معنا عبر الهاتف الوزير الأسباق سيد محمد المومن شكرا جزيلا لك